يندم إلينا من القدس مرسلون أحمد دروشي أهلا أحمد نبدأ من الإعلان عن تجديد المفاوضات ما هي التقديرات داخل إسرائيل حول هذا الإعلان وهذه الجولة الجديدة من المفاوضات وعد نبدأ مما وردته صحيفة هارتس منذ قليل نقلا عن تقديرات إسرائيلية فإن المفاوضات التي ستنطلق خلال الأيام القليلة المقبلة ستكون استنادا إلى المقترح الذي وافقت عليه إسرائيل لا المقترح الذي وافقت عليه حركة حماس لأن إسرائيل كانت تدعي خلال الفترة الماضية أن ما وافقت عليه حركة حماس يختلف عن ما وافقت عنه إسرائيل التقديرات الإسرائيلية أنه يمكن جسر الهوى في كل ما يتعلق بالمسائل التقنية كذلك بأعداد الأسرى الفلسطينيين الذين سيفرج عنهم أعداد الأسرى الإسرائيليين كذلك الترتيبات اللوجستية المتعلقة بهذا الأمر لكن القضية الأساسية التي لا تزال عالقة حتى الآن وستواجه بمفاوضات كثيرة وربما بعقبات خلال الفترة المقبلة هي إصرار حركة حماس والإصرار الفلسطيني بشكل عام على إنهاء هذه الحرب في ختام صفقة التبادل لا يزال الاحتلال الإسرائيلي حتى الآن يرفض هذا الأمر يفرض أي إنهاء للحرب على قطاع غزة ربما يقول مسؤولون إسرائيليون أنهم قد يوافقون على وقف للحرب ولكنهم لاحقا سيجددونها مع أي فرصة حركة حماس كانت قد تنبهت لهذا الأمر في أصابق تشترد ليس فقط إنهاء الحرب إنما الضمانات بعدم تجديد الاحتلال الإسرائيلي لهذا الحرب بالإضافة إلى جملة من القضايا الأخرى من أجل ضمان عودة الفلسطينيين إلى شمالية القطاع بحسب ما تنقل صحيفة هارتس عن مسؤولين إسرائيليين لم يتم تسجيل اختراق في باحثات باريس عرض رئيس الموساد المقترح الذي صاغه مسؤولون إسرائيليون خلال الأيام الماضية في المقابل أبدأت الولايات المتحدة ملاحظاتها أو مقترحات جديدة لجسر الهوى مع حركة حماس من غير الواضح إن كان قد طرأ تقدم باتجاه حل القضايا باستثناء التقدم الأساسي وهو عودة المفاوضات من ناحية أخرى بحسب ما أشارت وسائل إعلام إسرائيلية كما ذكرت منذ قليل وعد فإن الولايات المتحدة فوجئت من إعلام إسرائيل تجدد المفاوضات خلال الأيام القليلة المكملة وكانت إسرائيل قد أعلنت أن هذه المفاوضات ستتجدد خلال الأيام المكملة بوساطة قطرية مصرية وبدور أمريكي بفاعل أو دور أمريكي بارز بحسب ما جاء في رسالة لمسؤول إسرائيلي بعد نحو ساعة من الآن مؤتمر لعائلات الأسرة والمحتجزين الإسرائيليين بعده بساعة ونصف ستنطلق عشرات التظاهرات في عشرات المواقع في إسرائيل أكثر من خمسين موقعا أسبوعيا يتجري التظاهرات فيها أكبرها في مدينة تل أبيب كذلك في القدس في كساريا في حيفا في بئر السبع وفي عشرات المواقع الأخرى للمطالبة بصفقة تبادل أسرة نتركب هذا الأمر وكذلك تصريحات محتملة لسياسيين إسرائيليين متوقعة خلال الساعات المكبلة منها لمستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحيها نجبة أحمد شي سياق المعابر وقرار محكمة العدل الدولية الذي طلب من إسرائيل فتح معبر كرم أبو سالم تبدو تل أبيب غير أهبها مع استمرارها باحتلال المعبر هناك أنباء عن أن التنصيق جار معها لاستخدام معبر كرم أبو سالم كبديل ماذا يقول الجانب الإسرائيلي عن الموضوع؟ الجانب الإسرائيلي لم يعلق حتى الآن على هذه الأنباء التي جاءت أولا عبر إعلان من البيت الأبيض إفرى اتصال هاتفي مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كذلك مصر أعلنت عن هذا الأمر في بيان عقب هذا الاتصال وكالت وفا نقلت تصريحات عن الرئاسة الفلسطينية تتعلق بترتيبات لإدخال مساعدات إنسانية إلى القطاع لكن حتى الآن لم يصدر أي إعلان من جيش الاحتلال الإسرائيلي أو من القيادة السياسية أو من المسؤولين السياسيين في إسرائيل حول هذا الأمر كذلك تحاول إسرائيل وحاولت خلال الأشهر الأخيرة منذ بداية هذه الحرب خصوصا أمام محكمة العادل الدولية تحميل مصر مسؤولية الأزمة الإنسانية في قطاع غزة وحاولت لإسرائيل التنصل من مسؤوليتها باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال في قطاع غزة وتحميل مصر مسؤولية الأزمة لأن مصر تسيطر على معبر رفح بالتالي كأن إسرائيل تقول ليس كأن إسرائيل قالت صراحة أن مصر تتحمل هذه المسؤولية وهي التي تمنع إدخال المساعدات عبر معبر رفح ترقب لهذا الأمر خلال الساعات المقبلة التوقعات ربما بأن تكون هناك أنباء في إسرائيل بعد خروج يوم السبت اليهودي عندما غيب نهار شمس هذا اليوم أو في ساعات الغد عندما تتضح الصورة أكثر لكن حتى الآن لا تعليق في إسرائيل التي حاولت خلال الأشهر الأخيرة تبرئت نفسها من مسألة المساعدات الإنسانية خصوصا على ضوء الاعتداءات المستوطنين على شاحنات المساعدات وسلب ما فيها من مساعدات أحمد داروشي من القدس شكرا جزيلا ترجمة نانسي قنقر